اهلا بحضراتكم مرة تانية مشاهدين نهاية الأسبوع وزي ما قلنا في بداية حلقتنا اننا هنتكلم النهاردة في ملف مهم جدا بيتعلق بقانون الأحوال الشخصية أو قانون الأسرة ممكن احنا كنا في برنامجنا نقشنا الكلام ده كتير قبل كده نقشنا مشاكل طلاق ومشاكل رؤية ونفأة واستضافة واستحابة وغيرها وكنا دايما بنقول ان الحل في التوازن الحل زي ما قالت السيدة الجميلة التي تتكلم في السقة فيه قانون متوازن يراعي كل الأطراف يراعي مصلحة الطفل ويغلب مصلحة الأطفال على الطرفين انا ما عنديش شك ان انتو كلكو عايزين ولادكو يتربوا في مناخ صحي ما عنديش شك ان ده ده الواقع اللي انتو عايشين عليه حتى ولو حصل بنا ابغض الحلال وهو الطراء طيب ده يحصل ازاي واحنا يعني عندنا عقد عندنا كلكيع قانونية عندنا كلكيع نفسية ومجتمعية عندنا حاجات كتيرة جدا بتضيقنا وبتحول دون ان يحدث هذا الاستقرار بعد الانفصال يا بنات ويا شباب احنا الانفصال مش نهاية العالم مش ممكن يبقى نتيجة لهذا التخبط وهذا الانفصال يبقى عندنا معسكرين مترنحرين كانوا في يوم من الايام عايشين في بيت واحد عندنا يعني نصهم رايح القانون عشان يعني يكيد التاني والنص التاني بيستقبل ده بقى اينا جبهتين بقى اينا جبهة متمردة ضد القوانين وبقى اينا جبهة تانية سيدات برضو عندهم مشاكل كتير وقلبهم موجوع وفيه هنا كويس وفيه هنا وحش وفيه هنا وحش وفيه هنا كويس الموضوع بقى اينا جبهات جبهات لناس كانوا في يوم من الايام في بينهم عشرة والمفروض ان كان في بينهم مواده ورحمة طيب أنا عندي جروبس كتير جدا على فكرة يمكن على الواتساب وعلى الفيسبوك من الناحيتين وحرب شرسة جدا إحنا مش متخيلين قد إيه الموضوع فظيع وظالم للعيال أنا مليش دعوة للطرف ولا للطرف عمتا خلونا ناقش الموضوع إحنا يمكن تلات أسابيع كنا بنناقش الموضوع من الجبهة التانية ومعليش بقى أنا حسميها الجبهات لغاية ما نحل الأزمة دي كان عندنا أمهات كانوا عندهم معاناة من أباء أخدوا الولاد ومرجعهمش تاني مش عارف يعني مرجعهمش تاني بقى عشان كده مش عشان أي حاجة تاني طيب هنشوف بقى الجانب الآخر خلينا نرحب بضيفنا دكتور محمد فائد عوض مجلس النواب ومقدم مشروع القانون أهلا بك فانا أهلا بأيضا برحب أيضا بستيد النائب محمد أبو حمد وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب أهلا بسيارة أهلا بسهلا 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 فاندا بحضرتك في 27 أبريل سنة 2017 القانون ده بيطرح رؤية جديدة في قانون الأحوال الشخصية وفكرة الرعاية المشتركة اللي حالي تكلم دي فيها يمكن التحفز البسيط على الموضوع أنا لا أرى أن أنا أمثل جانب بعينه لكن أنا أمثل جانب لم يتم تمثيله في كل تعديلات القوانين اللي فاته هو الطفل لأن إحنا إذا استقررنا أن إحنا عندنا حالة استحالة المعيشة ما بين زوجين يبقى إحنا كلنا كمجتمع الطفل الوحيد وهو اللي لازم يبقى له حدي يتكلم بإسمه لا من الناس بتتحدث عن فكرة أن إحنا إذا استحالة العيشة يجب أن يكون بيننا وفاق وود ورحمة لكن الواقع بأن القانون هو قواعد عامة مجردة تنظم الحياة حالة استحالة التوافق فلذلك القانون بيتطرق لأكثر من جزئية بادي من فكرة الخطبة وتنظيم الخطبة فكرة الخلع تنظيم الخلع تنظيم الطلاق ثم النقاط للأشهد التهابن هم ثلاث نقاط اللي هو بتنظمهم حاليا نمدة عشرين في القانون الحالي وهي نقطة سن الحضانة انتقال الحضانة والاستحاب هذه أكثر ثلاث نقاط التهابا في مشروع القانون وبينظم في البند الرابع منه فكرة النفقات وتحصيل النفقات دي في الشق الموضوعي الشق الإجرائي بيسهل شوية من إجراءات التقاط الناس كلها بيتعاني نتكلم فيه 9 مليون طفل شقق من طلاق مباشر 14 مليون من طلاق غير مباشر 44% نسب طلاق ده كلام بيشد كل النظام القضائي في مصر بالنسبة لقوين الأسرة وتعداد الأضايا بغير طبيعي يعني في المتوسط من 8 ل 10 أضايا مع كل حال الطلاق ده كلام لا يستقيم ولا يستطيع أي نظام قضائي أن يتحمل مع تزايد حالة الطلاق اضرب كل حال الطلاق فتمن 9 أضايا ده كلام لا يستقيم فمن نظم الشق لإجراء فكرة الملف الوحيد ده يعني إيه في السريع الموضوع طيب سيدة النائب